أعزائي طالبة وطلبات السنوية العامة أهلا بكم في الحلقة رقم 46 من برنامج مدرس على الهواء مساء الخير على كل طلابنا العزاء مساء الخير على كل مدرسي مادة الكيمياء اللي هيطبقونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنوا من الكمال هيكون معنا إن شاء الله في الحلقة النهاردة دكتور حسين نجم واللي يشرح لنا مادة الكيمياء لطالبة وطلبات السنوية العامة مساء الخير دكتور سعال خير مستر أحمد ومساق الخير على كل طلابنا العزاء وإن شاء الله نقدم حلقة قوية ويقدروا يستفيدوا بها بإذن الله شرفتنا وأتشرفتنا كالعادة ونسيبك مع طلابك مع الشرح بفضل إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ من الأول خالص هنبدأ الباب الأول الباب الأول بإذن الله يعني فيه شوية حريقة كده أنت محتاجها من ثانية سنوي هنبدأ نتكلم فيها تفصيلا عشان نحتاجها في الباب الأول عندنا في سنة ثالثة ونحتاجها في الباب الرابع بداية الكلام ده أنت كان عندك آخر حاجات أنت خدته في سنة تانية والمفروض أنك تطلع وتأسس فيها كويس أعداد التأجسد أنت إحنا إزاي نحسب أعداد التأجسد ومبادئ الارسدة والاختزال وإزاي ده حصل الأرسدة وإزاي ده حصل الأختزال وإزاي العنصر ده نبدأ نشوف بالزبط حركة المعادلة ما شيئا إزاي ونشوف إزاي ده حصل الأرسدة وحصل الأختزال مين عامل مؤكسد مين عامل مختزل وبعد كده نبدأ نشوف ده هيفيدنا ازاي في سنة ثالثة فاحنا هنبدأ سريعا كده على الجزئية دي وبعد كده ان شاء الله نبدأ في الباب الاول بتاعنا عندنا اولا يعني ايه اكسادة واختزال بنتكلم يعني لما انصر يفقد يفقد الكترونات يفقد الكترونات يبقى ده بالنسبة لنا حصله عملية اكسادة يبقى عملية الكترونات عملية فقد الكترونات طب انا هفقد الكترونات سالبة افتكر كده الزرة مكونة من ايه؟ الزرة مكونة من نواة موجبة الشحنة فيها بروتونات ونيوترونات المهم ان ايه عندها شحنة موجبة والمفروض ان فيه الكترونات سالبة بتدور حوله النواة طب لو جينا عملنا شكل صغير كده للزر انا عندي نواة وهنا كده الالكترونات وديها تسالبة الشحنة عدد الموجب اللي روه النواة ده بيسوي عدد السالب اللي براه النواة لما نجمع الموجب مع السالب المفروض ان شحنة اي زرة في الدنيا تطلع بتساوي صفر وده معناه أن الزرة متعدلة كهربائيا طيب لو حصل أن الزرة عندي فقدت إلكترون بمجرد فقد الإلكترون ده يبقى المفروض أن عدد الشحنات المجابة عندي اللي موجود جوه دلوقتي هيبقى أزيد من السالبة طيب يبقى عملية الأجسادة لأي أنصر تعالي نتكلم مثلا عن أنصر زي السوديوم السوديوم ده المفروض أنه عدده الزري بالنسبة لن 11 وأول ما يفقد إلكترون طيب نوزع كده العنصر ده كان 2 8 1 طيب لما يفقد إلكترون من هنا من 11 دول هيفقد من هنا كده أنه عندي 11 سالب وهنا 11 موجب لما يفقد إلكترون من هنا اللي هيتبقى عندي 12 أو هيتبقى هنا 2 آسف 8 هيتبقى عندي هنا 10 إلكترونات بس لما نجمع الموجب مع السالب الشحنة اللي هتتبقى عندي موجب 1 يعني السوديوم بفرض الإلكترون ده تحول إلى N A موجب 1 العملية دي بالنسبة لنا بنسميها عملية أكسى ده لأن المفروض أنه أنا فقدت شحنة سالبة وبالتالي الشحنات الموجبة عندي بقت بزيادة 1 طيب ناخدها باختصار كده عشان ما تنسياش عملية الأكسى ده هي عملية فرض إلكترونات وهينطر عنها زيادة في الشحنة الموجبة يبقى أي أرقام عندك قبل وبعد المعادلة كلما الرقم يزيد أي رقم بيزيد يبقى بالنسبة لنا أكسى ده مثلا لو عندك قبل المعادلة الـ FE كان مثلا موجب 2 تحول في النواتج إلى FE موجب 3 كده بالنسبة لنا لما يجيب أصر الشحنة قبله والشحنة بعد هلاقي إن الشحنة زادت طالما فيه أرقام زادت بالنسبة لك أكسى ده والعكس يبقى بالنسبة لنا اختزال مثلا لو أنا عندي عنصر الكلور الكلور لو هنيجي نوزعه وسيء لـ 17 طب نترجم الـ 17 دي تبقى أنت فاهمها إزاي الـ 17 دي يعني عندك هنا 17 شحنة موجبة وعندك هنا 17 شحنة سالبة طيب توزيعه كان 2 8 7 طب إزا حصل إن الكلور ده اكتسب إلكترون ده معنى إن هو ده اكتسب إلكترون هنا هيبقى بالنسبة لنا لو جمعنا العدد ده دلوقتي هيبقى 18 18 شحنة سالبة وعندي الموجب كان 17 طب نجمع كده هيبقى الشحنة عندي بفرق سالب واحد يبقى أنا عندي هنا كده الكلور تحول إلى سالب واحد إزا العملية دي بالنسبة لك هي عملية اختزال ده شرح مبسط جدا لأجسده واختزال طب أنا في الأسئلة بالنسبة لنا طبعا بتبقى بشكل أكبر يعني ناخد مثلا إن في معادلة يتحول فيها لو قلنا الـ Fe 2 O 3 تحول في النواة تجهل إلى Fe أنا عايز أعرف الحديد هنا حصل له عملية أجسده ولا اختزال طبعا عملها بشكل مبسط مش بشكل معادلة كاملة عشان بس أوضح لك الفكرة دي الـ Fe هنا بالنسبة لنا لما أجي أحسب أنا عايز أعرف هو عدد تأكسده هنا كام شحنة وكان الشحنة اللي هنا دي مين تسميها عدد التأكسد طبعا الكلام تدرسه تفصيلا في تانية طيب تعالوا نشوف هنا كده المفروض عشان أحسب عدد تأكسد المركب ده هنسويه بالشحنة اللي عليه أي مركب هنا فينا شحنة؟ لا يبقى أنا هسويه بالصفر يعني لما أجمع عدد تأكسد الحديد عدد تأكسد الأكسوجين هنا بيساوي صفر طبعا أنا عايز أحسب عدد تأكسد الحديد هنا يبقى المفروض الحديد اللي هو عدده 2 والأكسوجين اللي هو 3 والأكسوجين الواحد عدد تأكسده سالب 2 المفروض أنت حافظ القيمة دي فهتبقى سالب 6 كل ده المفروض يساوي كام؟ بيساوي 0 طيب يبقى المفروض الـ 2Fe هنودي السالب 6 الناحية التانية بإشارة موجبه هتبقى موجب 6 طيب نقسم على الـ 2 عشان أنا عايز عدد تأكسد الحديد الواحدة هيبقى بالنسبة للFe منقسم على الـ 2 هتساوي موجب 3 يبقى أنا عندي الحديد قبل في طرف المتفاعلات هو قبل بالنسبة لي هو الطرف المتفاعلات هو هنا بالنسبة لي عدد تأكسده موجب 3 طيب نشوف بعد طيب بعد بالنسبة للحديد إذا دواقف لوحده كعنصر بالنسبة لي أي زر مفردة في الدنيا عدد تأكسدها بيساوي كام؟ بيساوي 0 يبقى المفروض ان الحديد هنا عدد تقصده بزيرو طب انا لسه اقيل لك انت بتشوف العدد قبل وتشوف العدد بعد طب قبل العدد عندي ان الحديد شحنته موجب ثلاثة طب بعد الحديد عندي شحنته صفر افتكر ان انا لسه اقل لك من كم ثانية اقل لك اي اعداد بتزيد اكسدة واي اعداد تقل اختزال تعال نشوف كده القيمة زادت واللي قالت هو كان موجب ثلاثة وبقى صفر معناها ان هو نزل يعني رقم ده نقص يبقى ده بالنسبالي عملية اختزال يبقى ده بالنسبالي طالما الحديد تحول من حديد موجب ثلاثة لحديد زيرو يبقى ده بالنسبالي كده عملية اختزال طيب عندك تعريف صغير لحاجة اسمها العامل المؤرسد والعامل المختزل العوامل عكس العمليات بمعنى العامل المؤرسد يبقى ده اللي حصل له اختزال والعامل المختزل ده اللي حصل له اجسده تاني العوامل عكس العمليات يعني لما يسألك في سؤال وضح مين العامل المؤرسد ومين العامل المختزل يبدأ بالنسبة لك لازم تشوف مين حصل له أرسده يبدأ عامل مختزل مين حصل له اختزال يبدأ عامل مؤرسد طيب الجزئية دي مهمة وحسابتها مهمة ودي قلنا ان هي من تانية سنة بس لازم انت بالنسبة لك تبع عارف الكلام ده كويس حاجة كمان بالنسبة لأجزاء السنة اللي فاتت المفروض ان انت تبع عارفها كويس قوي نقطة التوزيع الإلكتروني كان عندناك واحد كتير للتوزيع طبعاً لو انت صغير خدت توزيع بالطرق اللي هي 288 و281 و286 بعد كده في تانية سنة بخدت التوزيع طبعاً وكان عندك المستويات الفراعي طيب تعالى مثلاً افتكر كده معايا كان عندك حاجة اسمها مبدأ البناء التصعودي مبدأ البناء التصعودي ده كان فيه انك بتملى الأول 1S وتملى بعدها 2S 2B 3S 3B 4S وهنا 3D خليك فاكر كده هو جيه بعد ايه جيه بعد 4S وبعدين عندي هنا 4B طيب 5S 5 4SFD وبعد كده 5B المهم ان التلاتة دي جات لي فين بعد 4S طب ليه انا بقولك ده افتكر كويس ان شكل الجدول الدوري بالنسبة لك لو انت فاتح دلوقتي معاك الجدول الدوري هنفترض ان هو زي البورد ده قدامك في الكتاب هتلاقي عندك هنا كده مجموعتين باللون البنك وبعد كده الدنيا دي فاضية وبعدين عندك هنا 6 مجموعات رأسية في منهم باللون الأزرق أو الموف شوية وهنا آخر مجموعة باللون الأغضر طيب في النص كده بتلاقي الدنيا فاضية في أول دورة وعد كده الدنيا فاضية في تاني دورة الدنيا فاضية في تالت دورة من أول الدورة الرابعة لو بصيت هتلاقي فيها عناصر صفرة بدأت تظهر ودول عددهم عشرة وده بداية اللي هنبدأ بيه الباب الأول في تالتة سنة طيب هنبدأ بايه العناصر الانتقالية وده عنوان بابك طب العناصر الانتقالية دي فيه كده مقدمة حوالي 5-6 صفحات او يمكن اكتر شوية اختصار هقول له ان انا عايز اقصلك ان العناصر الانتقالية بالنسبالك ده كده جدولك الدوري في التوزيع ده العناصر الانتقالية بالنسبالك هي ظهرت امتى التلاتة دي ظهرت بعد ما مليت 4S يعني لو انت في الرسمة اللي قدامك في الجدول الدوري عندك هنا 4S هتلاقي هنا كده في الدورة الرابعة في مجموعتين باللون البنك وبدأ تظهر العناصر الصفر عندي ظهرت فين ظهرت في الدورة الرابعة مع ان الرقامة كان 3D وانتخذت الكلام ده السنة اللي فاتت لأنه كان التلاتة دي كطاقة أو الطاقة بتاعته أعلى من 4S وإحنا قلنا بنملى بمبدأ البنات الصعودي يعني بنملى المستوى الطاقة الأقل الأول الأربطالات اللي فيها أقل في الطاقة الأول وبعد كده قامنا الأربطالات الأعلى في الطاقة طيب يبقى التلاتة دي كده اللي هي بدأ معنا من الدورة الرابعة هتبقى كام مجموعة رأسية إحنا خدنا الكلام ده السنة اللي فاتت أن المجموعات دي عددها حسب الأربطالات اللي هنا طب المستوى الفرع S كان عنده كام أربطال واحد طب الأربطال الواحد يمتلق بكم إلكترون يمتلق باثنين إلكترون عشان كده هو لي مجموعتين اتنين بس في الجدول الدوري بعد كده كان عندك B طب الB كان كام أربطال 3 BX BY BZ وده كان بيتميلي باثنين اتنين اتنين لأن الأربطال الواحد يتميلي باثنين طب معنى كده أنه يبقى ليه كام مجموعة في الجدول الدوري 6 طب الدي بقى كان كام أوربيتال كان خمسة الخمسة أوربيتال دول معناها أن الدي هتمتلق بعشرة لأن كل أوربيتال هيمتلق بثنين يبقى أول حاجة كده عدد المجموعات اللي في الجدول الدولي بتاعت العناصر الانتقالية اللي بدأ تظهر معك من الدورة الرابعة مش من الدورة التالتة على رغم النوى 3D اللي هي بدأ تظهر معك من الدورة الرابعة عددها عشرة طيب رمزهم في الجدول الدولي كان B طيب رمز المجموعات بتاعتها كلها كانت B طب تعال نفتجل كده كنا بنوزع العناصر دي إزاي حسب حالي اسمها أقرب غاز خامل في نهاية كل دورة من الجدول الدوري عندك عندك هنا غاز خامل في آخر كل دورة يعني أنا ممكن أختصر 1S2 2S2 2B أو ممكن أختصر كل ده بالتوزيع لحسب أقرب غاز خامل طب تعال نشوف كده العناصر الانتقالية عندك أول عنصر هتلاقي حاجة اسمها السكانديوم SC21 بعدها تيتانيوم TI22 بص كده كمل لحد ما توصل لحد الخارسين لو زد N30 طب يا ترى اللي انت شايفهم دول كام دورة تحت بعض أربعة هتسمي أول واحد السلسلة الانتقالية الأولى والتانية السلسلة الانتقالية تانية والتالتة السلسلة الانتقالية التالتة واللي بعدها الرابعة هما الأربعة دول بالزبط طيب فيه كده سهم نازل تحت وعندك دورتين لوحدهم في الجدول الدوري الدورتين دول عبارة عن إيه؟ حاجة اسمها عناصر الفئة F يبقى أنت عندك أربع فئات في الجدول الدوري اللي انت هتدرسهم السنة دي في الباب ده عناصر الفئة D ومش هنتطرق أول عناصر الفئة F بس العناصر الانتقالية كعنوان الباب عندك هي عناصر الفئة D وعناصر الفئة F هو ده العناصر الانتقالية طيب عناصر الفئة D موجودة في الجدول الدوري من أول الدورة كام اوعى تقول لي التالتة لا من أول الدورة الرابعة يبقى أنا المفروض لو عندي أنا وصلت للدورة الرابعة هتلاقي العناصر الانتقالية بدأ معاك من الدورة التالتة تمام كده اتفقنا؟ طيب عندك سلسلة انتقالية أولى اللي هي بتبدأ تملى فيها ثلاثة دي يبقى عشان ما تحفظش الجزئية دي انت حاول يعني انت بادئ ثلاثة دي هيبدأ بكام دي هتملى بواحد اللي هو السكنديوم تعال نشوف السكنديوم اللي هو اس سي واحد وعشرين التوزيع الحسب قرب غاز خامل عشان يبقى بالنسبة لنا قللنا شوية واحد اس باثنين واثنين اس باثنين والكلام ده هيبقى بالنسبة لك ارجون 18 10 وانت كده وزعت من الواحد وعشرين خلاص خلصنا من 18 تب الارجون ده في الجدوال الدوري بص كده هتلاقيه في نهاية الدورة الثالثة يعني انا خلصت توزيع 3 دورات هبدأ من الدورة الرابعة اللي هي بدأ من مين بعد ما خلص الدورة الثالثة بدأ بأربع اس تب الاس بيمتلق بكم باثنين يبقى كده وزعت من الواحد وعشرين عشرين فضل عندي تلاتة دي بواحد تب والعنصر اللي بعده اللي هو التيتانيوم 22 واللي بعده واللي بعده هبدأ أزود في كل مرة طالما زلنا واحد يبقى دي تتميلي باتنين طب واللي بعده تلاتة واللي بعده أربعة لا نقف هنا الدي لو جيت بسيط عندك خمسة أوربيتال الخمسة أوربيتال دول مالينا أول واحد اللي هو السكنديوم واحد واللي أربعة فضيين التيتانيوم هاملي هنا هاملي هنا اثنين طب الفانديوم تلات تعالى عند الكروم بقى كده كروم هيبقى أربعة اللي هو مين اللي بأربعة؟ تلاتة دي العنصر ده في الطبيعة لأنه بيغير طبيعة التوزيع عشان عندي نقطتين مهمين جدا وهتتسيل عنهم سؤال مؤكد في السنة العامة إن التلاتة دي بالنسبة لك أو أي مستوى فرعي لازم تكون الأوربيتالات اللي فيه عشان توصل وضع أكثر استقرار يكون في حالتين يا إما كل الأوربيتالات في وضعه أو بالنسبة له يكون نصف ممتلق أو يكون تام الامتلاء نصف ممتلق أو تام الامتلاء نصف ممتلق يعني إيه؟ عشان كلام الكبير ده بحاجة صغيرة هو المفروض أنه خمسة أوربيتال يعني لو ما لنا خالص عشرة طب نصف ممتلق يعني خمسة الوضع اللي هو يوصل إن الدي تبقى بخمسة أو الدي بعشرة ده أكثر وضع استقرار للزر طب العنصر ده عشان يوصل وضع استقرار بيعمل إيه؟ الإلكترون ده إيه ده الإلكترون ده ما هو الاس عندها كم؟ اتنين يعني الاس كده كده ممتلقة لأنه ما عندها شغل أوربيتال واحد الإلكترون ده بيتنقل من الاس يروح للدي طب وضع الاس حاليا نصف ممتلق طب وضع الدي بعد الإلكترون ده ما ييجي عندها هيبقى نصف ممتلق يعني كده المفروض التوزيع دلوقتي يوصل لإيه؟ الكرون بالنسبة لنا الوسيع الر 24 ده توزيعه الر 18 وبنلاقي اللي 4 اس عنده بواحد بس لأن في إلكترون اتنقل للتلاتة دي عشان تبقى التلاتة دي بخمسة يبقى الكرون بيشز توزيعه الإلكتروني عن باقي العناصر السلسلة الإنترونية الأولى ليه؟ هتقوله بالضبط عشان الأرجون هيبقى 18 وال4 اس هتبقى بواحد بس مش باتنين والتلاتة دي هتبقى بخمسة لو سألك علل هتقوله إن هنا كده الأوربيتالات بتاعة المستوى الفرعي دي في وضع نصف ممتلق وتوزع له الأرجون 18 4 اس 1 3 دي بخمسة نفس الوضع ده هيتكرر معاك لو الدي بتسعة اللي هو مين المثال ده؟ اللي هو النحاس تعالوا نشوف كده النحاس سيو 29 تعالوا نوزعه كده لو أنت لسه معرفتش المعلومة وهتوزعه أنت بالأول خالص هتوزعه بالطريقة دي اللي هي بالنسبة لنا طريقة غلط أرجون 18 طيب 4 اس باتنين والتلاتة دي بتسعة ده المفروض أنت هتوزعه كده لو ما تعرفش إن النحاس بيشز توزيعه الإلكتروني هنا التلاتة دي بتسعة فضله كام إلكترون عشان يبقى تم الامتلاء بعشرة فضله واحد والإسة عنده كام؟ اتنين فالنحاس تلقائيا توزيعه في الطبيعة لما نجي نشوف العنصر هتلاقيه إن اللي 4 اس بواحد والتلاتة دي بعشرة ملحوظة صغيرة عشان ترتاح في الكيميا الكيميا دي عناصر موجودة في الطبيعة بتتصرف في طبيعتها والعلماء بتفسر اللي العنصر عملوه أقرب تفسير للنحاس إنه عايز يوصل لوضع مستقرر إن الدي تبقى بعشرة لكن مفيش حد مسك النحاس وقال له لأ إن الإلكترون من هنا من الاس حطه في الدي عشان تبقى الدي بعشرة لأ هو النحاس اللي تصرف كده والكروم نفس الكلام اللي تصرف كده إنه هو عمل نقل الإلكترون من الاس والدالت دي عشان يبقى وضع نصفه امتلئ أو وضع تام الامتلاء يبقى نوزع النحاس صح هيبقى أرجون 18 و4 اس بواحد و3 دي عشر ده التوزيع الصحيح لعنصر النحاس يبقى أنت عندك عنصرين في عناصر السلسلة الانتقالية الأولى بتشز في التوزيع مش زي بقية العناصر الكاملة إن ال4 اس باتنين واملة 3 دي من 1 لحد عشر طب لما اجعرف العناصر بتاعت السلسلة الانتقالية الأولى كسؤال كده مصطلحي ما يقولك إيه هي عناصر يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 3 دي بالإلكترونات ما يسألك مين دول قلو دي عناصر السلسلة الانتقالية الأولى طب مين اللي هيبقى بعدها ال4 دي يبقى اسمها سلسلة انتقالية تانية طب مين اللي بعدها 5 دي انتقالية تالتة مين اللي بعدها 6 دي انتقالية ربعة هما دول ال4 سلسل اللي عندك بدئين من الدورة الكام من الرابعة يبقى لما يجي أقول لك موجودة في الدورة الرابعة إيه وتغلط وتقول له دي السلسلة الانتقالية الرابعة لا دي أول سلسلة الانتقالية ظهر معايا في الدورة الرابعة يبقى أما يجي يسألك هي الدورة الكام ركز ركز كواس قوي أنت عندك أربع سلاسل تلاتة دي ربعة دي خمسة دي ستة دي ده بالنسبة لجزئية مبدئيا كده دخلة العناصر الانتقالية طيب العناصر الانتقالية كده احنا اتكلمنا عن الشزوز بتاع النحاس والشزوز بتاع الكوروم طب العناصر الانتقالية في الطبيعة موجودة عندي ديها حاجة يسمعها عنوان رئيسي عندك في الكتاب كده الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأول بالنسبة لأهمية الاقتصادية انت عندك سؤال مؤكد آخر السنة ليه الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى ده سؤال مؤكد بنسبة 100% طيب نبتديها كده سريعا عشان هي نقطة يعني إلى حد ما انت لازم تحفظها فمشانا نشرح فيها كتير عشان ما نضعاش في قطة نخش على اللي بعدها عندك أول عنصر كان فيهم كده لما تبصت لقيه السكانديوم كان السكانديوم ده كان بيقولك نوه موجود بنسبة قليلة قوي قوي في الطبيعة لما تيجي تبص كده في الكرة الأرضية موجود بنسبة قليلة جد طيب بيستخدمه في إيه؟ قالك فيه شوية يعني فيه طائرات كده نوع معين من الطائرات اسمه أو اسمها طائرات المج المقاتلة الطائرات ديات بيصنعوها أي جسم طائرة بيصنعوا من الألمونيوم طيب عشان نزود شدة الصلابة بتاعة الطائرة دي هتزود ألمونيوم وتزود حديد فهتبقى تقيلة قالك لأ السكانديوم بقى بنحطه مع الألمونيوم ده ونصنع منه باسم الطائرة طيب الميزة قالك هتتميز السبيكة إيه السبيكة ده؟ ده اسم جديد أنت أول مرة تاخده في تالتة؟ يعني تقريباً خده في تانية سنة وفي حالة صغيرة السبيكة هو مش العنصر مش لوحده أنا حاطت ألمونيوم ده المفروض جسم الطائرة وبدأت أضيف له جزيقات من السكانديوم يعني بقى عنصرين مع بعض سمي الناتج ده سبيكة يعني هو مش ألمونيوم خالص ولا سكانديوم خالص بيدي صلابة وخفيف مثلا؟ بالزبط يبقى هي ديات ميزة السكانديوم اللي أسألك عنها ليه بضيف السكانديوم لطائرات المجل المقاتلة؟ هتقوله عشان ده السبيكة اللي هتتكون اللي هعمل منها الطائرة هتتنايز بحاجتين خفتها وشدت صلبتها يبقى الطائرة خفيفة دي طائرة حروب يعني عايزها تبقى حاجة مشة بسرعة جدا طب ايه تاني السكانديوم بيستخدم فيها؟ ليه عندك كده بيقولك بيضاف لمصابيح أبخرة الزئبر طبيح أبخرة الزئبر ديات اللي بتستخدم في التصوير التلفزيوني أثناء الليل طب عشان أقرب لك الفكرة ساعات كده المخرجين بيحبوا يصوروا في أوقات بالليل عشان بيبقى صعبة بالنسبة له أنه يتواجد في الشارع بالنهار من الناس من 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 فسواء عايز المشهد يطلع بالنهار فبيستخدم كشفات تطلعه للضوء زي ضوء الشمس الكشفات دي اللي هي بالنسبة لك لتوقتي يسمعها مصابيح أبخرة الزئبر وحطت فيها مادة ايه؟ سكانديوم ده اللي انت عايزه في سؤالك يبقى استخدام الساكانديوم بالنسبة لنا أنه أنا بضيفه بالنسبة ضئيلة إلى مصابيح أبخرة الزئبر ليه؟ قالك عشان ده بالنسبة لي هينتج ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس طب استخدامه اللي بيستخدم في التصوير التلفزيوني أثناء الليل طب التيتانيوم ده تاني عنصر إذا وحنا بناخد إيه؟ الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى الأهمية الاقتصادية ابدأ امشي معايا كده يعني انت عندك من الساكانديوم لغاية ما وصل لحد الخارسين هنبدأ ناخد أهمية اقتصادية هجيب لك المهمة فيها اللي هتتسئل فيه وانت لازم تبحافظ الكلام ده كله تفصيلا من الأول للآخر طب التيتانيوم كان بقولين التيتانيوم ده أولا بيستخدموه في الأسنان مفاصل صناعية يعني حاجات جوال جسم الجسم بتاعنا بيهاجم أي حاجة غريبة ميزة التيتانيوم اللي هتتسئل فيه هو اللي بيستخدم في الأسنان والمفاصل الصناعية هتقوله لأن الجسم لا يلفظها الجسم بتاعنا ما بيهاجموش ما بيطردهاش وكمان الميزة التانية هتقوله لا يسبب أي نوع من أنواع التسمم التيتانيوم من الحاجات اللي بعمل منها سبيكة عشان استعملها في المركبات الفضائية والطيارات برضو مع من الطيارات طب ليه؟ يبقى الألمونيوم لوحده فيه مشكلة عشان كده أنا اضطريت أحط تيتانيوم قالك الألمونيوم في ضرارات الحرارة المرتفعة من نسبة لما الحرارة تعلق الألمونيوم ما بيقدرش يحافظ على المتانة بتاعته فأنا أضف له رزق من تيتانيوم يبقى أنا كده عملت سبيكة من الألمونيوم تيتانيوم وراء وقلم وتكتب السبائك اللي ظهرت باعيك أول سبيكة كانت اللي إيه؟ السكانديوم مع الألمونيوم طب بس تعملها في طائرات المج المقاطلة وكانت خفتها وشدت صلبتها طيب أدي تاني سبيكة عندك ألمونيوم تيتانيوم المركبات الفضائية والصواريخ ليه؟ قال لك عشان التيتانيوم بيحافظ على متانته في ضرارات الحرارة المرتفعة في حين أن الألمونيوم متانته بتقل في ضرارات الحرارة العالية يبقى لو هستخدم الطائرة أو المركبة الفضائية من ألمونيوم بس الدنيا هتبقى مع الحرارة العالية المتانة هتقل يبقى أنا لازم أحط التيتانيوم عشان أعلي المتانة في ضرارات الحرارة العالية طب عندي مركب اسمه ثاني أورسيدي تيتانيوم تي آي أوتو ده بيستخدموه في مستحضرات التجميل ليه في الكريمات يعني مستحضرات التجميل ليه قالك ده للحماية حماية الجلد من الجسيمات النانوية بتاعت الكريم نفسه بتحمي الجلد من الأشعة الضرة بتاعت الأشعة الفوق البنفس الرئي طيب بعد ده تخش على الفانديا ما تلاقي ليه استخدامات الكروم ليه استخدامات تعالى على الكروم بس عشان في حاجة مهمة قوي طبعا الفانديا ما ليه استخدامات تبقى عارفها أنه انت بتصنع منه مغناطيسات وليه موضوع كبير كده واهم حاجة بيستخدم في صبغة السيراميك والزجاج وحاجات دي لازم تبعارفها كويس عدي معها الكروم عشان فيه سؤال مهم جدا الكروم بيقولك انه هنصر على درجة عالية جدا من النشاط عارف يعني على درجة عالية من النشاط يعني ممكن يتفعل فعل العامل الجوية تأثر فيه يعني يصدي بسرعة بقولك رغم كده ان الكروم ما بيصديش السؤال بيقولك ان الكروم رغم انه على درجة عالية جدا من النشاط الا انه يقاوم فعل العوامل الجوية طب تردوا تقوله ايه يعني ايه اللي خلن الكروم على الرغم انه هو نشاط عارف انه ما بيصديش الكروم لما يتفعل مع الهواء او مع العوامل اللي انا مفروض تخليه صدي بيكون اكسيد مركب اسم اكسيد الكروم اي مركب يتفعل مع الحالة دي بيكون اكسيد العنصر نفسه طب الطبقة اللي تكونت من الاكسيد دي هنفترض فرضا جداليا كده معي تخيولي يعني ان دي طبقة الكروم هيتفعل مع الهواء بيكون طبقة من الأكسيد على سطح الكروم ده بس طبقة الأكسيد اللي تكونت أكبر من الفلز نفسه الكروم نفسه فالطبقة المكونة دي بدأت تغطي الكروم اللي هو الفلز الأصلي يعني بتعمل زي إحماية عليه يعني الطبقة بتاعة الأكسيد اللي تكونت اللي هي أكبر بالنسبة لحجمها أو يعني هي بالنسبة له الجسيمات بتاعتها أكبر من الفلز الأصلي ده كده منع إن الكروم ده يصدي فالسؤال ده مهم جدا هتقوله بسبب تكون طبقة من الأكسيد على سطح الفلز الطبقة ديت بيكون الحجم بتاعها أكبر من الفلز نفسه يبقى أنا عملت حماية للعنصر أو الطبقة اللي تكونت عملت حماية للعنصر فبقى مقاوم لفعل العامل الجوية كورون بعدها عندك لي استخدامات بعد جدا المنجنيز حاجة هشة جدا 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 في الصورة الفردية المنجنيز لوحده مالشو استخدام لأنه هش هش جدا يبقى لو قالك وليه المنجنيز ما بيستخدامش هتقوله بسبب هششته الشديدة عنصر مع المنجنيز طب عنصر زي مين مثلا عندك عبوات الكنز عبوات الكنز الكنز دوت عبارة عن منجنيز ومعاه ألمونيوم طيب ليه ليه حاطت انت مع المنجنيز حارة ثانية منجنيز لوحده ممكن يصدي وكمان هو هش جدا طب أنا ليه حاطت معاه طبع حارة ثانية قالك لحمايته من التآكل لأنا مش عايز أبقى جشرب كنز ولاقي إن الحرم صديه بعد البيبسي ولاقي شوية صادة نزلين كمان مع البيبسي أو العصير يبقى بالنسبة لي أنا بحطه لحمايته من الليه من التآكل طب إيه كمان تخيل المنجنيز هش جدا جدا بس بعمل منه سبيكة مع الصلب نعمل أو مع الحديد تعمل معي الصلب اللي أنا بستخدمه في قطبان السك الحديد يبقى تخيل إن هو لوحده ضعيف جدا بس سبيكة بقى قوي جدا جدا إن هو يشيل قطر قطبان يبقى لو قالك وإحنا ليه عملنا السبيكة دي قل له إيه بقى بسبب الصلابة إن أنا كده عملت سبيكة صلبة جدا تشيل قطبان خش بعد الاستخدامات عندك كابريتات المنجنيز كابريتات أي حاجة فيها كابريتات كده افتكرها كنا نقولها دايما كده يعني السيدة لايه أي كابريتات أنتي يعني مضاد يعني هتلاقي أنتي مضاد فتريات يبقى الكابريتات هنا مع المنجنيز مضاد فتريات هناخدها بعد شوية مع النحاس كابريتات نحاس هستخدمها مبيد حشري يعني مضاد حشرات ومضاد للفطريات ده النحاس مضاد للفطريات في عملية تنقريت مياه الشرب يبقى دي حاجتين اللي هو أي حاجة كابريتات ما تنسهاش يبقى بالنسبة لك هي مضاد أو مبيد بعد الأهمال ارتصادية خش كتاب بعد المنجنيز هتلاقي عندك الحديد الحديد طبعا استخداماته كلها يعني فيه استخدامات مشهورة بالنسبة لنا ومعروفة جدا الكباري بقى والطرق والبيوت والأسلحة السكاكين المدافع كل ده موجود ده استخدام معروف تعالى بقى الاستخدام تاني قالك الحديد بيستخدم كعامل حفاز عامل حفاز في ايه؟ في تحضير غاز النشادر بطريقة هبر بوش السؤال ده ممكن يجيلك جدا ومن الأسألة المتوقعة يعني الحديد عامل حفاز أثناء تحضير غاز النشادر بطريقة هبر بوش ايه تاني قالك الحديد عامل حفاز في تحويل الغاز يعني هو غاز المائي إلى وقود سائل بطريقة اتنين علمات ده ما تنساش اسمهم واحد اسمه فشر والتاني اسمه تروبش علموا واحد بقى اتنين علمات ستنساش اسمهم فشر تروبش الطريقة دي او ايه اللي انا بس بعمله ده بحول حاجة اسمها الغاز المائي إلى وقود سائل ما تنساش مين اللي مستخدم هنا باستخدم الحديد كعامل حفاز حفاز عايز تعملها معادلة وتحفظها عاملة من غير موز يعني معادلة لفظية هتقولي اننا الغاز المائي هحوله إلى وقود سائل مين العامل حفاز اللي هستخدمه في النص الحديد الطريقة دي كالطريقة مين ما تنساههمش فشر تروبش يبقى دي استخدامات الحديد اللي معانا اللي هو الكباري والطرق ده حاجة مش هتتنسي لكن اللي هيتنسه عندك او مهمين وهيتسائل عليهم ان انا بقدر استخدمه ان انا حول الغاز المائي إلى وقود سائل بحول الغاز المائي إلى وقود سائل بطريقة فشر تروبش وان انا استعمله كعامل حفاز في تحضير غاز النشادر بطريقة هابر بوش بطريقة هابر بوش ده اسمه علم بقى هابر بوش ده اتنين علماء مع بقى يعني هابر وبوش ايه ايه مشهورة عندهم وهتلاقيها يعني هتلاقي لو انت بذلك الوقت يا حالين في الكتاب الفاتح معانا متابع هتلاقي الطريقتين او الطريقتين دول اللي بستخدم فيهم الحديد كعامل حفاز طيب بعد الحديد احنا وصلنا للعنصر السادس اللي هو ايه ده السادس من ايه ما تهش احنا بنتكلم في حاجة اسمها الأهمية الاقتصادية من اول السكنديم لحد ما هنوصل لحد الخرسين بعد الحديد عندك كوبلت كوبلت شبه الحديد جدا جدا في حاجات احنا لسه ناخدها بعد شوية كده من حاجات شبه الحديد فباستخدمهم زي بعض في حاجات كتير كلاهوما كوبلت للمغناطة وليلا كبيرة كده الكوبلت ليه نظائر مشاعة باستخدمها في ايه ليه شوية استخدامات حفز المواد الغذائية عندك هتلاقيها والكوبلت اللي ليه كزا نظير مشاعة ده باستخدمه كمان في علاج بعض حاجات السرطان ويه ويه برضه مهم جدا واستخدمه في عمليات مثلا الجودة ان انا اكشف عن مواقع الشقوق ولحم الوصلات يعني لو عندي جهاز انا جابه مبرة وهيبدأ يكسر والكلام ده او هو جاي مكسور فبعد دي على جهاز الكوبلت بيكتشف لو كان فيه شقة او حاجات قصرت او لحم وصلك صرت وتلحمت والكلام ده بعد الكوبلت عندك النيكل والنيكل اكتر استخداماته انه هو عامل حفاز هناخده تفصيلا في الباب الخامس عامل حفاز في عملياتها دراجة الزيوت ده النيكل النيكل كان عندك زمان كده في الكهربية كان فيها الباب الرابع اللي هو الكهربية كان فيه شوية بطاريات كده كتير هندرسها بس اتلغى منهم حاجات المهم ان النيكل كان من الحاجات اللي بيستخدم ككتبان في بطاريات زي النيكل كاديميوم بطاريات كده اتلغت من عليك بس انها كان بيستخدم برضه في الكتبان دي النيكل باستخدمه مع الحديد في سبيكة ان انا احفظ بيه المواد اللي فيها احماض والكلام ده طالما أنا هقدر أستخدمه إن أنا أحفظ بيحمد إذن هو بالنسبالي طالما أحفظ بيحمد يبقى هو مقاوم للأحماض مش هيحصل له تآكل تمام؟ مش هيحصل له تآكل طيب بعد أني كان عندك النحاس النحاس ما تنساش كده في أنت ساعات بيجي مصطلح علمي يوقع على ناس كدير جدا مع أنه سؤال عبيد يقول لك أول فلز عرفه الإنسان ده مين ده؟ لو جالك مصطلح علمي هتقوله مين؟ النحاس النحاس ليه مركب مهم جدا 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 المركب ده بيكشف لي يعني حاجة اسمها سكر الجولوكوز والسؤال ده من الأسئلة المهمة جدا سكر الجولوكوز لو عايز تعرف مثلا أنا أجيب لك سؤالة هو بقول لك كيف يمكن التمييز بين ركز معاك ده كيف يمكن التمييز بين الجولوكوز والفرقتوز هتقول لي أن نستخدم حاجة اسمها محلول فيهلنج محلول فيهلنج ده بيدي ناتج مع الجولوكوز ومش هيدي معه الفرقتوز طيب تقدر تقول لي استخدام كده بقا للفهلنج ده اللي هو مركب من النحاس أصلا أو فيه عنصر النحاس هتقول لي أن هو بستخدمه في الكشف عن سكر الجولوكوز يعني هل عندي جولوكوز ولا لا يبقى بالنسبالي لو أنا عايز أتكلم عن محلول فيهلنج هتقول لي كده باستخدمه في ايه؟ في الكشف عن سكر الجولوكوز طب السؤال ممكن لك بطريقة بعيدة خالص انت واخده هو ان انت حافظه قدامك في كتاب زي ما انت شايف دلوقتي حالا هتلاقيك كده بيقولك ان محلول فيهلنج ده بيستخدم للكشف عن سكر جلوكوز بس طب السؤال جيك هنا ويوقع ناس هيقولك كده كيف يمكن التمييز بين الجلوكوز والفرقتوز هتقوله باضافة محلول فيهلنج هيتحاول من دول ازرق الى اللون البرتقالي في حالة الجلوكوز اما في حالة الفرقتوز مش هيحصل تفاعل بعد كده عندك الخرسين والخرسين كان بيستخدم منه مركب الاكسيد اللي وفي شاشات الاشعة السينية والطلاقات المضيئة والدهنات الخرسين ما تنساش ان انا باستخدمه دايما ان انا اعمل بيه طلاق للمعادن التانية زي الحديد زي زي اي عملية طلاق بالخرسين بتسمى عملية جالفنة اي عملية طلاق بخرسين بالذات اسمها عملية الجالفنة يعني ما اقولك طلاق الحديد بالخرسين اسمها جالفنة الحديد الصلب طلاقه بالخرسين جالفنة الصلب أي حاجة تعمل لها اطلاق بالخارسين بالذات يبقى العملية اسمها عملية جالفنة طيب كده الأهمية الاقتصادية المفروض هي كانت جزء حفظ كده في الأول وبداء الناس من فتحة الباب الأول بس كانت فيها حاجات سهلة أوي تعال نخش بعدها على حاجات برضو مهمة إزاي تحكم على العنصر أنه هو انتقالي ولا لا نفتكر تاني احنا بنتكلم عن عناصر الانتقالية الرئيسية اللي هي بتخص تلاتة دي واربعة دي وخمسة دي وستة دي احنا خلصنا لدتي الأهمية الاقتصادية بتاعة عناصر السلسلة ثلاثة دي طب إزاي تحكم على العنصر أنه هو انتقالي ولا لا يبقى ده أنا هبدأ أخد تعريف كده أو يعني اسمه العناصر الانتقالية العنصر أحكم عليه هو انتقالي إزاي بيقولي العنصر الانتقالي ده لازم يكون عنده الثلاثة دي أو آسف يعني المستوى الفرعي دي أو إف يكون مجغول بالإلكترونات وليس تم الامتلاء بمعنى مجغول بالإلكترونات يعني واحد ده مجغول بس مش عشرة عارف يعني إيه تم الامتلاء يا أنا عشرة طب الإف أربعة عشر ما هو الإف عندها سبعة أوربتال يبقى هيتميلي بكام باربعة عشر طب أنا دلوقتي عايز أعرف إم تحكم على العنصر أنه هو انتقالي أو لا هيجليك سؤال كده ولك علل في الزات العملة زي النحاس والفضة والذهب دي كده عناصر انتقالية تفتكر كده النحاس معايا كده توزيه عشان ده سؤال مهم النحاس كانت عدده الزاري تسعة وعشرين كنا بنوزعه أربون تمنتاشر إوعى تغلط وتقولي أربعة أس باتنين لأنه لسه إلينها بواحد والتلاتة دي بعشر ده كان توزيه عنصر النحاس اللي خنا من شوية وكان بيشز في التوزيه عن باقي العناصر طيب النحاس ده هل هو انتقالي ولا لا عشان تحكم على أي عنصر أنه انتقالي لازم تحكم على العنصر أو أي حالة من حالات تأقصدوا يعني يه حالة تأقصد يعني حصله أقصدة طب تعالى نشوف يعني إيه كده بسلا نوزع العنصر النحاس موجب اتنين يعني موجب اتنين قلنا من شوية يعني هو فقط اتنين إلكترون يعني عدد الإلكترونات دي لازم يقل لي كم؟ اتنين تعالوا نوزعه كده هيبقى أرجون 18 ولما أجي بفقد إلكترونات بفقد من المستوى الأبعد عن النواة يعني هفقد من 3 دي الأول ولا من 4S؟ لا من 4S الأول طب اللي 4S كان لها إلكترون محدود عن دي دي وأنا عايز أفقد اتنين يبقى أنا بالنسبة لي هيبقى هنا 4S خلاص مشيت لأن أنا فقبت الإلكترونات بدايتها بقت بزيرو وهيتبقى عندي هنا 3 دي بكام؟ 9 السؤال بقى اللي عايزك تسأله لنفسك هل التسعة دي عشرة؟ هل هو تم الإمتلاق؟ ولا مرارد أنه مجغول بس بالإلكترونات؟ مجغول يعني عنده من 1 لتسعة طيب عايزك بقى تركز معاه في الكلمة دي أي عنصر من عناصر الانتقالية؟ أو من عناصر وزعت أنت وأنت بتوزع كده لقيت التلاتة دي بدأ من 1 لحد 9 ده انتقالي طيب هناخد بعد شوية تفاصيل تانية يبقى ده بالنسبة لك بالنسبة للخواص هو عنصر من العناصر أو من المواد البارا مغناطسية طيب يعني أيوناته هتبقى ملونة ولا غير ملونة؟ ملونة ارجع كده معايا الكلمتين دول مهمين جدا عشان دول هيخلصوها حوالي 4-5 صفحات و4 دلوقتي بالكلمة دي لما تجي توزع عنصر أو الآيون بتاعه لقيت الدي من 1 لحد 9 كده انت اختصرت 5-6 صفحات ليه؟ من 1 لحد 9 يعني العنصر ده حكمنا على انتقالي ولا لأ انتقالي لأن الأوربيتالات بتاعته ما شغولة وليست تمت لامتلاء طيب من 1 لتسعة المادة ديت بارا مغناطسية أو بارا مغناطسية؟ هتقول لي المادة ديت بارا مغناطسية ليه؟ هقول له البارا مغناطسية ديت عشان الدي من 1 لتسعة هناخدها بعد شوية هتنجذب للمجالة الخارجي موضوع كبير كده بس كلمة السر بتاعته ان الدي من 1 لتسعة طيب بنوزع لقينا الدي من 1 لتسعة المادة دي أيونتها ملونة ولا غير ملونة هتبقى ملونة طيب تعالي ناخد الاحتمال التاني لو لقينا الدي بعشرة أو الدي طبعا بصفر يعني إما بعشرة إما بزيرو طيب لقينا ادي بعشرة أو بزيرو وإحنا بنوزع لعنصر أو حالة من حالات تأقصده تعالي ناخد مثال الخرصين مثلا الخرصين كاديميا نيكل سوري الخرصين والكاديميا اللي هي السلسلة اللي تحت الخرصين كلها هو الخرصين وعنصر اللي تحته اللي تحته والنحاس والفضة والدهب تحت بعض طيب هل الخرصين واللي تحته واللي تحته لو نفس المجموعة هل دول عناصر انتقالية ولا لا أما تيجي توزع الخرصين هيبقى أرجون 18 لأن الخرصين ده كام؟ 30 وزعوا كده أرجون 18 4S ب2 و3 دي 10 طب تعالي وزع حالة تأقصد يعني لما يفقد إلكترونات اللي هو زد إنه مجرى ب2 لما يجي نوزعها الزد إنه مجرى ب2 يعني أنا هفقد الاتنين إلكترون اللي هن فيبقى عندي أرجون 18 و3 دي 10 يعني الأنصر سواء في الحالة بتاعته المفردة أو في حالة من حالات التأقصد بتاعته في حالة التأقصد بتاعته هو عنده الثلاثة دي ب10 يعني تم الإمتلاء طب أنا لسه إيلك عشان تحكم على عنصر انتقالي لازم اديه تبقى من 1 لتسعة يعني مش تمت الامتلاء وطبعا مش فاضي يعني مش zero طب هو هنا ب10 ده في الحالة الزرية في الحالة آسف الحالات التأقصد بتاعة حالة التأقصد وهنا في الحالة المفردة ب10 في كل الحالات عنده ب10 يبقى هو انتقالي ولا لأ؟ هتقول له لا ده مش من العناصر الانتقالي يبقى الخرصين هو مكانه في الجدول الدوري عندي آخر عنصر في السلسلة لكنه ليس لما تيجي تحكم عليه وسؤال علل هيبقى طبعا بالنسبة لك مش انتقالي لأنه لا في الحالة المفردة هو عنده دي من 1 لتسعة ولا في أي حالة من حالات التأقصد بتاعته اللي هي الزدين مريبتنين برضو هو بعشر ممتلئ في كل ده الحالات ممتلئ تمام؟ طيب تعالي بقى نحكم أنا أترك من شوية أي دي من 1 لتسعة انتقالي بارا مغناطيسية وبالنسبة لنا هيبقى ايوناته ملونة طب تعالي نشوف لو تديب عشرة أو صفر يبقى لو جالك أي سؤال وانت وزعت العنصر أي سؤال توزع العنصر ده والأيون تشوف تديب بتاعته كان لقيتها بصفر أو عشر بيقولك هو انتقالي ولا لا؟ هتقوله ده ليس من العناصر الانتقالية بيسألك عليه المادة ديها تبارا ولا ضايا؟ هتقوله المادة ديها ضايا مغناطيسية بيسألك عليه أيوناته ملونة ولا غير ملونة؟ هتقوله غير ملونة يبقى دلوقتي عندي دي من 1 لتسعة كده انتقالي كده أيوناته ملونة كده هيبقى بارا مغناطيسية صفر أو عشر هو ليس انتقالي أيوناته غير ملونة وهيبقى ضايا مغناطيسية طيب نخش على جزئية تانية عند الجدول كده في خواص العناصر دي بدأ بخاصية اسمها نص الكتر اللي هو حجم الزر هي بص على الجدول اللي قدامك كده بالأرقام الأرقام اللي قدامك انت شايف فيها نص الكتر عمال يقل 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 للحد ما وصلته عند الكروم 1.17 1.17 1.16 1.17 يعني فيه سبات وقف يعني نص الكتر لا بيزيد ولا بيقل طب الطبيعي في الجدول الدوري نفترض ان البورد هي الجدول الدوري يبقى انا كده همشي من الشمال اليمين في الجدول الدوري الطبيعي ان كان نص الكتر وانا ماشي من الشمال اليمين كان نص الكتر بيقل ده الطبيعي طب ايه اللي حصل وخلى العناصر انه يحصل لها سبات من اول الكروم يبقى هنا سؤال مهم ان انت عندك من الكروم لحد ما توصل للنحاس ايه ده مستر انت لسه من شوية قلتنا ان اخر عنصر كان الخرصين قلنا اه الخرصين موجود معهم بس احنا لسه حاكمين عليه ان هو مش من العناصر الانتقالي فهنتكلم لحد فين النحاس بس طيب من الكروم للنحاس عندك سبات في نص القطر اكيد دوت يجي عليه سؤال اكيد حاجة مش طبيعية الطبيعي ان نص القطر بيقل بقى فيه سبات عندي يبقى تتسيل عليه سؤال السبات ده يعنى نص القطر لا بيزيد ولا بيقل يبقى كده عندك سؤال ليه فينا سبات نسبي نص القطر بتاعهم واحد لا بيزيد ولا بيزغر طيب نفتكر كده نص القطر كان امتى بيكبر كان امتى بيزغر نفترض ان احنا عندنا دي مستويات للطاقة قدامك المستويات ديت فيها الكترون والمفروض ان النواة فيها شحنة موجبة هتبدأ تجذب الالكترونات دي كلما الموجبة اللي روه النواة يزيد كلما قوة الجاز بتزيد يبقى عدد الشحنات الموجبة كلما يزيد عدد الشحنات الموجبة هو اي عنصر مش عنده عدد زري العدد الزري ده عبارة عن ايه الرقمين بيساوا بعض عدد الشحنات الموجبة اللي روه النواة وعدد الشحنات السالبة اللي بر انا عايز عدد الشحنات الموجبة بقى دلوقتي انا من عند السكانديوم كده العدد الزري عندي واحد وعشرين شحنة موجبة جوه النواة طب التيتانيوم عدده 22 يعني أنا زدت رقم فيانديوم 23 يعني زدت إيه رقم يعني الشحن المجابعة عملة تزيد أو تقل بتزيد معنى إن أنا الشحن المجابة بتزيد يبقى قغة الجزب المفروض تزيد طب لما قغة الجزب هتزيد المفروض أنا بشد الإلكترونات ناحيتي يعني نص القطر يصغر يبقى ده عامل أول كده فيه عامل موجود العامل ده بيقولي إن بزيادة الشحن الموجابة لو بزيادة العدد الزر هي تزيد كوة جذب النواية عن نص الكتر المفروض يصغر طب إيه اللي مخلي فيه سبات؟ فيه عامل تاني العامل التاني ده عكس العامل الأول طالما عكسي بأكيد هيخلي نص الكتر يكبر بتوالي الإلكترونات الموجودة في التلاتة دي هيحصل تنافر ما بين الإلكترونات وبعضها تنافر دي شحنات سالبة شبه بعض الشحنات السالبة اللي شبه بعض بتزق بعض بينهم تنافر يعني نص الكتر هيبدأ يزيد يبقى أنت كده عندك عاملين موجودين في وقت واحد عامل بيصغر نص الكتر وعمل بيكبر نص الكتر فخلنا نص الكتر حصله إيه؟ سابت لا بيزيد ولا بيقل يعني أنت عندك كده سبات نسبي في أنصاف الأقطار من عنصر الكروم لحد أنه حاسد بسبب عاملين لسا إلهم لك حالا طب لو حبنا نرسم الكلام ده واتفاعل رسم بياني كده يقولك ما سري كده برسم بياني طيب المفروض أنه نص الكتر وأنا ماشي من الشمال لليمين المفروض أنه بيقل لحد ما وصلنا عند الكروم لقيته بقى فيه سبات يعني لا بيزيد ولا بيقل لو قالك بقى مثلا تشاور كده هنا وحطي لي المنطقة دي تنقطة A وقالك ومين إيه ده؟ هتقوله ده بداية من عنصر مين الكروم يبقى دي العلاقة البيناء اللي بتمثل العلاقة بين زيادة العدد الزري أنه أنا ماشي من الساكانديو من لحد الخرصين ونص الكتر طبعا نص الكتر كان بيقل 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 لحد ما وصلنا لحد الكروم هيبدأ يحصل سبات نسبي طيب يبقى ده سؤال مهم طب السبات النسبي ده يفيدني في حاجة؟ آه ما كلهم حجمهم زي بعض يعني أنا ممكن يبقى عندي حاجة زي الحديد أشيلها وحط مكانها نيكل حاجة زي الكوبلت أشيلها وحط مكانها منجنيز نص الكترهم واحد يعني السؤال ده مهم هيبقى نقدر أستخدمهم في عمل حاجة اسمها سبائق استبدالية ليه؟ بسبب السبات النسبي نعمة كلهم شبه بعض في نص الكتر بكده المفروض أن احنا يعني حاولت نقرب شوية الدنيا من أول الباب الأول الحاجات المهمة بالنسبالك كلمنا عن بداية الخواص نص الكتر بعدها عندك اللي هو الحجم الزري بالنسبالك وقلنا أنه نص الكتر بيبدأ يقل لي يقل لحد ما وصل للكروم ومن أول الكروم بيحصل عندي سبات نسبي في نص الكتر ده يديني الفرصة أنه نستخدمه في سبائق أو عمل سبائق استبدالية طب بعدها عندك بعد نص الكتر حاجة اسمها الكتلة بص على الجدول قدامك التالي الكتلة بتزيد 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 بص على الأرقام اللي عندك هتلاقيها مشة بتزيد كده لحد ما توصل لحد النيكل هتلاقي الكتلة قلت يعني لو عايز ترسم رسم بياني للعلاقة بين العدد الزري وحاجة اسمها الكتلة الزري هتلاقي الرسم البني ده ماشي معاك إنه نص الكتر أعمال يزيد والكتلة تزيد لحد ما توصل لبين النيكل قل وبعدين طلع التاني كامبل فهو لو جي سألك هو مين الراجل ده مين النقطة اللي حصل عندها النقص ده هتقوله مين ده النيكل طب هل في سبب لكده اه في سبب ان النيكل ليه خمس نظائر الخمس نظائر دول لما بنيجي نجيب الكتلة بتاعت العنصر اللي وليه نظائر كتير الكتلة بتاعته كانت تمانية وخمسين وسبعة من عشر وده كانت قلت لو انت بصيت في الجدولة تبقى قل من كده ده بالنسبة لك العلاقة بين نص الكتر والكتلة اللي هي بالزبط هي الكتلة والكسافة بتتناسب طردي ولا عكسي طردي وبما ان الحجم ده ثابت طب انت كان عندك قانون بيقول ان الكسافة بتسوي كتلة على حجم الرو بتسوي ام على فوليوم طيب معنى كده ان لو الحجم ثابت يبقى كلما الكتلة تزيد كلما الكسافة تزيد يبقى ده سؤال تاني ان كسافة العناصر الانتقالية بتزيد بزيادة العدد الزري ليه؟ عشان الكتلة بتزيد لأيام الجاية على خير ومسترحمد ترد الوصول أسف الوقت أزف معنا كان نفسي كامل أكتر من كده بس وصلنا لنهاية الحلقة واجه كلمة سريعة للتلوى بتاعتك يا دكتور والله اتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة ديت ويعني ان شاء الله في الأيام الجاية نبدأ نحقق قدر استفادة أكبر شدوا حيلكوا احنا بدأنا خلاص شهر اتنين ربنا معاكم وان شاء الله برنامج المراجعة ممكن يبقى شاكل ازاي والله ان شاء الله الفترة الجاية ممكن نعمل يعني نص الحلقة نحنا نشرح الحاجات المهمة زي النهاردة والنص التاني نعمل منه أسئلة أو أسئلة بالإجابة يبقى الفترة الجاية ان شاء الله نحاول نحنا نبدأ شرح في نص الحلقة وبعدها أسئلة متجاوب تمام تمام في أي نصائح ممكن تولى للتلوى والله نفسي في شهر اتنين يعني أنا دايما بقول في شهر اتنين كده بداية الناس ياما بيجيب مية في المية نبدأ نوصل مية في المية ياما أن أنا أبدأ في ناس بتبدأ من شهر ثمانية ومن شهر سبعة فبيجي في التوقيت ده بيحس أنه محبط حس أنه مش قادر يكمل عايز أقولك ما تبصش فات منك قد إيه بس بص انت فاضلت قد إيه على حلمك من شهر اتنين لشهر ستة افصل نفسك برد دنيا خلي نفسك في عالم تاني لحد ما توصل اللي انت عايز بعد ما توصل خلاص شهر ستة ربنا كريم بقى إيه حياتك زي ما أنت عايز وتبدأ أهدافك أتمنى أنهم إن شاء الله يعني ربنا كريم لكلهم وفرحان طبعا طلبتي تحقق حركة كويسة ودنيا محمد تبقى أحسن بالتوفيق دايما لكل طلبتك ومساعدة جمهورية مصر العربية اللي بتتبعينا كلها على البرنامج وإنكمالا نشوفك إن شاء الله في حلقات قديمة إن شاء الله إن شاء الله شربتنا يا دكتور ونشوفك إن شاء الله في حلقات قديمة وإذن الله مصرح شكرا شكرا